كان معي كابتن صبري من ياوي وكان بيتكلم على شكل الدوري هو متابع جدا للدوري فبيقول لي أنا مستغرب بمجدى عبدالعاطي ليه ميشي من أسوان مجدى عبدالعاطي اللي احنا شايفينه دلوقتي في أسوان هو شايف انه هو أحسن فريق في الدوري بعيدا عن الأهل والزمانك أحسن فريق بيقدم كرة هو أسوان على مستوى النتائج مؤخرا وعلى مستوى كمان الشكل فكان بيشيد بالكابتن أحمد كشري وكان مستغرب ليه مجدى عبدالعاطي ميشي بعد ما عمل الفريق ده وخلص الدوري كسبلنا إحنا شخصيا بيقصد الإسماعيلي بنتيجة فرامونا فيها قال لي صراحة كده قال لي إحنا في الأوتوبيس وإحنا ماشيين عمين يقول لي يعني أسوان تكسبنا أسوان تكسبنا بعد يقعدت مع نفسي قلت هو بصراحة باللي عملوا فينا لا يكسبونا فما بترجعش نفسك بتقول ما كنتش أمشي مهما كانت المبررات وقتها لا لا بعد كل أنا أطول لجانا شوي بعد كل المخضر لا قرار أنا أخذه عن اختناع جدا ومش ندمان عليه وعارف إن الحمد لله أنا أعمل الفرقة دي من إيتو زد الحمد لله محدش يعني مش شكرانية في نفسه الحاجة بس أنا أنا تعبت جدا 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 لحد زي ما أنت عايز تقول عشان أعمل الفرقة دي ما كانش معي جنيه أنا لا يمكن أن أقف أنا في فترة الأعداد في المركز الأوليمبي كنت محتاج 30 ألف جنيه أديهم للعيب عشان أخليه يمضي وميروحش نادي تاني ما عالتش توفرهم فأنا تعبت جدا عشان أكون الفرقة دي وعملت اختبارات والناس كانت زي ما يعني الناس كانت مسكني فرماني في أول السيزون نظبوط وأعمل لها اختبارات وعمل لها مش الحمد لله حد ما قدرت أكون الفرقة دي وفي علاقاتي مع الأندية جبت كامل عيب أعارة سندونا برضو في الفترة الأولانية ما كانش عندي عند شك أن كل ده أنا أكلمك في الراوند الأولاني الراوند الأولاني بيقى صعب جدا لأن أنا معايا 12 لعيب من اللعب ودرجة تانية من الممتاز به اللعيبة دي على ما تاخد على الدور الممتاز وتبتدي تاخد السقة وتاخد الخبرات والتجانس والانسجام ويفهموا الطريقة واللعب وكل الحاجات دي عايزان على الأقل راوند الحمد لله الراوند الأولاني نهيه بشكل كويس جدا الحمد لله بتلت مباراة تفوز على فرق كبيرة جدا زي الحرس والاتحاد والإسماعيلي بعيدا عن الثلاث مباريات أنا كنت بقى أدي أداء كويس جدا وكنت ممكن أخسر وكنت ممكن أتعادل مع بيرامز في ملعبه بكل الإمكانيات اللي عنه وتعادل مع المصري يعني الحمد لله كانت النتائج مبشرة أن الفريق ده هيروح لحتة كويسة جدا لكن اللي ما كنت شقدر أستحمله أن اللعيب يبصيلي بشكل مش كويس أن اللعيب يتكلم عليها كلمة مش كويسة أن اللعيب يقول لي أنت جبتني والتزمت معي أن أنت هتحفزلي على حقوقي وما دكيش حقوقي فهو ده اللي خلاني أخذ القرار وأنا عارف أن أنا أنا أقول لك أنا وأنا بأخذ القرار وأتكلم مع الجهاز أنا عارف أن أنا المتضرر الوحيد يعني يمكن الأربع شهور أو الثلاث شهور بتوع كورونا ما دخلش بيتي ولا مليم أو النادي حتى يعني حتى كمان أسوان لما مشينا دفع للجهاز المساعد معي المرتبات وما دفع ليش أنا فعلا ليه؟ عشان أنا مستقيل عشان أنا ممشي فكنت لو أعدت ما كنتش هتشتغل بس كنت هتقبط هتقبط برضو بالزبط يعني أنا لو أعدت لحد ما لو أنا عندي النية يعني كنت أعدت ومرنت كام يوم لحد ما أخذت مرتباتي كنا ما حسبتاش كده خالص وعمري في حياتي ما بحسبها فلوس الحمد لله يعني وده فضل من ربنا أنا بحسبها يعني احترام كلمة كل ده أنا بشوف أن أنا كنت لازم أخذ الموقف ده كنت شايف أن كنت عندك إحساس أن في الدور الثاني مع المدرب اللي هيجي بعدك أسوان هيظهر الشكل اللي بيظهره دلوقتي في المسابقة؟ والله أنا يعني مش عايز أقولك أن أنا كنت متأكد أنا كمان في يناير قبل ما أمشي ضفت إضافات طبعا عمل نقلة محمد عبد مجيد محمد المرسي سالمون منساه كل اللعيبة دي أنا اللي كابتو كشري اللي بحييه طبعا جدا وعمل نتائج هيلة وربنا يكريمه إن شاء الله بإذن الله ويكمل ويأكد على كده بالبقاء لكن كابتو كشري أخذ الفرقة جاهزة مظبوط هو له الدور الكبير في الراون الثاني بالنتائج اللي بيعملها دي لكن الأساس الحمد لله أنا منقيت وزد لأعمل الفرقة دي وعارف إنها يعني بإذن الله كنت متمنى من ربنا أن أنا أكمل معهم وعايز أقولك إن أنا جاء لي عروض كتير جدا وأنا مع أسوان ورفضت كانت منين بغض النازل عن الأسماء أندية أعلى مركزا من أسوان لكن أنا رفضت لإن دي أنا وحتى كان الجهاز الجهاز اللي معايا كان بيقول لي ده الوقت المناسب اللي احنا نمشي فيه قلتول ما يا جماعة أنا يعني تعبت جدا في الفرقة في الدرجة الثانية وتعبت جدا في كل فرقة دي مش هسيد مجهود الحد أنا لازم أكمل السيزون ده لكن قدر الله مشاء أفاعل وبتمنى طبعا أنه هيكمل بالشكل ده إن شاء الله يعني ماتش الإنتاج وماتش طنطة قربوه بشكل كبير جدا هدفين وأربعة ماتشين ستة لقات مهمة جدا بمكسب وتعادل من السبعة والماتشات اللي جيين دول إن شاء الله يقعد بشكل كويس بالضبط يكون دمنا البقاء